اكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة ان نجاح مملكة البحرين في التصدي لفيروس كورونا وتبوئها مكانة الرائدة عالميا في التصدي للجائحة جاء نتاجا للرؤى الثاقبة والتوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى والجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك لذلك قائم معالي كلمة خلال افتتاح منتدى هارفرد العالمي حول فيروس كورونا لمناقشة آخر المستجدات والآليات المتبعة في التصدي للجائحة العالمية واستعرض معالي الاستراتيجيات الفعالة التي تم تطبيقها في مسارات التعامل مع الفيروس والتي تمكنت من خلالها مملكة البحرين من تحقيق نتائج مميزة على مختلف مستويات التصدي من جانبها اشادت السيدة ماركيا كاسترو المتحدث الرسمي لجامعة هارفرد بتجربة المملكة في التصدي للجائحة وتبوئها مكانة متقدمة في معدل عدد السكان الذين اخذوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا وتضمن المنتدى مشاركة مجموعة من الباحثين العلميين والمتحدثين المتخصصين في مؤسسات الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم حيث تم مناقشة علم الجينوم والمراقبة واختبار الجائحة والجهود العلاجية للتصدي للفيروس وأهمية إنشاء طب الفم الخاص بالفيروس إلى جانب تأثير الجائحة على المنصات الاجتماعية والاستجابة العالمية لتجربة فيروس كورونا اشتركوا في القناة